في ناس كتير اللي كابتن فتح تقولك أنه الموهبة اللي هي هدية ربنا يعني الموهبة الطبيعية تكفي مش محتاج أن أنا يعني أعمل شويتين الزيادة لا هو بقى بينميها ومثلا لو حصل حاجة معينة في تمرين معين أنه كده تعال نصلحها ونقعد نزبطها بعيد عن أعين كل المشاهدين حتى اللعبة زماني له وبنشترى الصورة دي ما طلعتش اللي يعني لما بقى رئيس دلوقتي يعني ما قدرش ركناش تنطلعها إلا ما بقى رئيس عشان ندي أمل وندي درس لكل اللعبين أو كل مكتهد أنه هو إذا كنت أنت لاعب ما تفتكرش أن أنت عشان مهراتك بتوقف الكرة وبتشوت والباصي بها دي كل حاجة لازم تشتغل في الحاجات الأساسية والحاجات اللي هي بعيدة أن أنا حاخده تدريب فردي قدام الفرقة طيب الفرقة هتروح فين وتتمرن إمتى وتيك الكلام ده ما كانش هينفع فقدت لازم أن أنا أخده في الوقت ده والتوقيت ده ليه الصبح لما أنت بتكون دي حاجة علمية كمان أما أنت بتكون نايم الشباب اللي طالع يسمع كلام كابت الفتح ده مهم جدا أما أنت بتكون نايم أما بتنام بالليل بتصحى الصبح فالمخ بيكون استريح والجهاز العصبي استريح فقدر أشتغل على الحاجات المهارية اللي أنت بحتاجها مش البدني أنا مبدلوش بدني أنا بديله حاجات بدهالو مهارية لأن المهارية الخططية دي دي بتخش في الدماغ لأن الدماغ لسه فيش يبقى رلاكس عشان يحسنه لكن مش باقته في الملعب واعد أجريح حولين الملعب ونجري والنط والكلام ده ده ما مش هتدور للصبح بدني لي قاتة تانية ده وقت لازم يكون عنده واكل كويس وعنده طاقة كويسة لكن هو الصبح لسه ولسه مفترش يا ده صلى الفجر ونزل إذا يقدر يستوعب شوية فالمخ بيكون حاضر وده اللي عملناه مع كابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس الناج الأهلي وهو يعني من صغره كنا متوقعين له كده هتقول لي متوقع له أنه يعني بيباني كابتن فتحي طبعا البرسوناليتي الشخصية بتاعته الهدوء حكم المواقف أنه لما الناس كلها مجدودة تلاقيه هو يفكر قبل ما يتكلم يسمع كتير ما يتكلمش كتير يسمع وبعدين ويشوف أكتر يعني مش يسمع بس يعني مش لما ديجي تقوله حاجة هو يسمعها ويبقى خلاص لا يسمع ما فتكر لهش يعني أنا أنا من أول ما فتحت عيني على كرة ما شفتش الخطيف في الموقف خارجي على النص ما شفتش الخطيف في حالة مفعيل وبعدين قليل الكلام كثير العمل أنت بتشوفه دلوقتي بيتكلم يعني بيطلع مثل في برامجه وبتاعه والحاجات دي ومقطع الدينة مفيش هو ماشي في هدوء وهو عنده ثقة في الله عنده ثقة في نفسه بيعتذب نفسه كويسا إذا سمحت لي أضيف على كلام حضرتك أنه لولا يعني طبعا الخطيب في الملعب مفيش حد يختلف عليه يعني أنا مش بكلم على الجمهور أنا بكلم على أهم لعيبة جات في مصر في التلاتين سنة اللي فاتت لو سألتهم يعني كله هيقول الخطيب لكن أنا بكلم على أنه مش بس الموضوع أو حب الناس للخطيب مش بس عشان الملعب مش بس عشان البطولات ومش بس عشان الكرة الحلوة اللي كان بيقدمها لكن كمان بره الملعب الحقيقة وأخلاقيات كابتن محمود الخطيب سهمت بشكل كبير في أنه يكون له رصيد عنيف عند كل المصريين مش بس بتكلم على الأهلوية وسهمت في أنه الصورة والأسطورة تكتمل أكيد لأنه هو يعني أولا هو مش بيتقمس هذا الدور ثانيا هو اللي من بيئة أو من نبت طيب أو من شرب من أرض مصر ومن طراب مصر اللي عب فيه ده بيحس بتنعكس عليه بحاجة كتير وده برضو أختها من الوالد والوالد اللي يرحمهم كانوا بالنسبة له هو يعني لا تتخيل أحمد يعني هو له أخوات أولاد وبنات لكن ده كان له مكان خاص عندهم ولا يعني أن أنا ما يعني ما تخيلش في يوم من الأيام أنه هو فكر في يوم أنه يخرج عن النص أو يكون خارج عن النص أو أسمع عنه أو أشوفه ترجمة نانسي قنقر